السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف اخواني 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 اشتركوا بخير وصاحب السلامة اللي معجبكم في فيديو جديد فيديو حنحكي فيه عن سبع الجمل كتير مفيدين كتير مهمين للسياح يعني طبعا حتى لك اذا عم تعليم اللغة الزرية جمل كتير مفيدة بتفيدك من طريقك من مطار لحد ما توصل على الفندو يعني هاي سبع الجمل هتسعمل لهم اكيد يعني وهيسهلوا عليك المحاسبك وسفرتك يعني وبنفس الوقت من جمل بسيطة خفيفين فيه وكتير كلمات عربية فحفظهم هيكون سهل عنا اول جملة انت وصلت على المطار بستأجر السيارة بنا تستعملها خلال فترة سفرك للتنقل ولكن تسأل وين مكتب الاجار فتلهم كل بساطة تسأل اي واحد قل له كراية ماشين اختار رم كراية ماشين اختار رم كراية يعني اجار ماشين يعني سيارة اختار رم يعني ابحث فصل انت بساطة جملة انت انا عم تدور على السيارة يلا افضل انه انت ما اجار سيارة بتركب تاكسي فلكن تركب تاكسي ومعك عنوان لانت الفندو تقوله خدنا على عنوان فتلو بتفرجي العنوان بتلو بو انفانا قتمك استيرام بو انفانا قتمك استيرام انك انفان هي نفسها عنوان بس انت بيقوله الواو في يعني فازا انت ما كتير يعني ما كتير يعبت ال في صاح عالي حيفا ما عليك يعني قتمك الزهاب استيرام يعني بدي انا افضل انتو بسطل عالفندو انت حاجز عندو انو انو انا عندي حاجز عنكم يعني فبتقول له منيم سيزده رزرفاسيوروم بار منيم سيزده رزرفاسيوروم بار انو انا عندي حاجز اولكم مأخودة من الكلمة اللي بالانجلي هي فيعني قريبة الكلمة سهلة بس شوية فيها شوية صلبة النطق عيدما تاني ثلاثة تمشي مع كلامور يفضل انت هتعرف النطق بس انت ما عندك حاجز و لو تسألون انزا عندن غرفة فاضية ولا لا فبتقول له او غرف فاذا قللون انو غرفة واحدة فتقولون سيزده بوش اطاغ لار فار سيزده بوش اطاغ لار فار يعني عندكم غرف فاضية او قللون غرفة واحدة سيزده بير اطاغ بوش وار او قللون البوش بالاول والاطاغة بعد ما تفرمعك فبقلون سيزده بوش اطاغ لار فار سيزده بوش بير اطاغ فار ازال البتل الرقم لبعض كلمة اطاغ عادي ما مش لي توصل الفكرة عنا نفترض انو انت با قبلش تسألك انو غرفة لشخص واحد او شخصين فالشخص واحد فبتقول له Passama مير اطاغ لار لار مير اطاغ لار لار مان어 اه لي هو انت بصهم Silk اطاغ لار لار ... مير اطاغ لار لارا لار لار اطاغ لي اطاغ 요 هاتوا اطاغ لي اطاغ لي abandoned يعني لازم يعني باحتياج يعني بلدي. فليس ما كتنفين اصلا نصف كلمات بعربية يعني خريبا. ولفضل انت غرفة او شخصين يعني. فبتقول له انت مانا اكي نفر لك وطاغ لازم در. مانا اكي نفر لك وطاغ لازم در. يعني انت بذل غرفة تبع شخص. يعني بس انا في كلمة بير لأكي اللي هو الحرف. عم كتقول عادي ما مش لنفس الشي نفس المعنى. عنا جنة الاخيرة انت اعب بالفندو وخصوص تقريت وتسألهم انه بزا في مطعم جيد به الاماكن يعني. فبتقول لهم يعني في هزي الاطراف يعني في الاماكن مأخذة بالعربي يعني جيد بتما انه سابقة بدرس سابقة. راستوران. نفس ما قدر بانجليزي. بس 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 شية تين داخل تقول راستوران. تقول راستوران. فار يعني يوجد. بس هلا صايرة بصدقة سؤال فعني هل يوجد. كما كن شايفين الجمال بسيطين سهلين ما فين اي صعوبة. نصهم بالعربي مأخذ من كلمات عربية. وحيفي لكم كتير الاسناء سابقتكم مسهلوا عليكم السفرة يعني. ما نكون الفيديو عجبكم لا تنسوا مشاركة بالقناة وحط لاعق على الفيديو ازا عجبكم. مع السلامة. موسيقى